السلام عليكم ورحمة الله معكم أخوكم محمد حسن من قناة نسمات زراعية موضوعنا اليوم هنتكلم عن قلة فعالية الأسمدة على الأشجار أحياناً بنضيف أسمدة كتير جداً لكن ما فيش أي نتيجة على الأشجار إيه الأسباب؟ إيه العلاج؟ إزاي نقدر نتفادل المشاكل دي؟ هقلكم كل حاجة بالتفصيل إن شاء الله أحياناً الشجرة تكون عليها نقص عنصر معين وبنضيف العنصر ده في السماد لكن ما فيش أي استجابة على الشجرة العنصر بيظل نقصوا موجود وما فيش أي فعالية للسمات إيه الأسباب؟ إن شاء الله حنشرح لكم الأسباب بالتفصيل بس ياريت تركزوا معنا في الجزئية الأولى من الفيديو أول ما أقول لكم على الأسباب ياريت تدعمونا باللايك تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس المشكلة بتاعتنا حنقسمها على ثلاث أجزاء حنشرح كل جزء إن شاء الله بالتفصيل الجزء الأول معنا أو المشكلة الأولى معنا بيئتش التربة إيه بيئتش التربة؟ اللي هو رقم حموضة التربة والنقطة دي لو فهمتوها صح هترتاحوا جدا جدا في التسميت وأنا أنصحكم لازم تفهم النقطة دي جدا أي حد مهتم بالزراعة عنده نباتات عنده أشجار عنده مزرعة لازم يفهم الموضوع ده موضوع بيئتش التربة بيئتش التربة أو الرقم الهيدروجيني للتربة ولو مش هتتفرج على الفيديو ده لكن أنا أنصحك أنصح أي مزارع أي حد مهتم بالزراعة لازم يفهم موضوع بيئتش التربة فهمتوا صح حترتاحوا جدا جدا في موضوع التسميد بالنسبة يا جماعة لموضوع البي اتش اي حاجة في الدنيا دي ليها رقم حموضة معين والتربة ايضا ليها رقم حموضة معين طب ايه هو المجاس بتاع رقم الحموضة مجاس رقم الحموضة من 1 الى 14 من 1 الى 7 ده وسط حمضي من 7 الى 14 قلوي وال7 متعادل يعني احنا لو عندنا تربة رقم الحموضة بتاعها 6 هتعتبر تربة حمضية ولو عندنا تربة رقم الحموضة بتاعها 7.5 مثلا هتعتبر تربة قلوية ولو التربة رقم الحموضة بتاعها 7 التربة دي هتكون متعادلة طيب والتربة الافضل في الزراعة تكون حمضية ولا قلوية ولا متعادلة افضل حموضة للتربة الزراعية بتكون ما بين 6 إلى 6.5 يعني التربة الحنضية أفضل من التربة القلوية في الزراعة طيب ليه الوسط ما بين 6 إلى 6.5 هو الأفضل في الزراعة تابعوا معي الصورة دي هنشرح لكم عليها كل حاجة بالتفصيل ودي الصورة يا جماعة ركزوا فيها جدا جدا وهي عبارة عن شكل مخطط بيوضح العناصر الغذائية للنبات وأي بي اتش بتكون متوفرة ومتيسرة بالنسبة للنبات ورقم البي اتش من أسفل الصورة تدريج من هنا من 4 إلى 10 تحت الأربعة مش حيفيدنا في حاجة وفوق العشرة مش حيفيدنا في حاجة والعناصر من فوق إلى أسفل من فوق خالص النيتروجين وتحته الفسفور والثالث اللي هو البوتاسيوم والرابع الكابريت وبعده الكالسيوم وبعده الماغنيسيوم وبعده الحديد لو شفتوا الحديد هتلقوا متوفر لو بصينا تحت في الصورة عند 5.5 عشان خاضر كده بيفصر نقص دائم في عنصر الحديد عندنا في الأراضي القلوية بعد الحديد المانجنيس وبعده البرون وبعده الزنك والنحاس فمثلا يعني العنصر الأول النيتروجين لو بصينا كده اللون الأخضر متركز ما بين هنبصف تحت في الصورة ما بين 6.2 من 10 إلى 7.3 من 10 يعني نقدر نقول أفضل وسط أو أفضل بي اتش بيكون متوفر فيه النيتروجين اللي هو أول عنصر تقريبا 6.5 ومثلا لو جينا بصينا على آخر 5 عناصر معنا الحديد الأيرون المانجنيس البرون النحاس والزنك الأفضل وسط متوفر فيهم اللي هو 5.5 5.5 دي أراضي قلنا هتكون حامضية ونحن الأراضي عندنا أكتر من 7 7.5 قلوية ف 5.5 أراضي حامضية فغالبا هيكون عنصر الحديد والمانجنيس والبرون والنحاس والزنك مش متوفرين في الأراضي فعشان خاطر كده احنا بننصح ان هم يترشوا وراقي على النبات ما نضيفهمش في التربة لأن هم مش حيتلسروا بسبب أن بيقتش التربة عندنا أعلى من 7.5 ضيب ونوعية التربة إحنا عندنا إيه اللي أنا متأكد منه واللي أنا أعرفه تماما في السعودية ودول الخليج تربة قلوية والتربة الحديثة تربة الحديثة في مصر أرض المستصلحة حديثا أيضا تربة قلوية وإنت لو بتتبعنا من أي دولة تانية ياريت تتأكد من موضوع اللي بيقتش عندك لأن لو عندك التربة حامضية فكل الكلام اللي في الفيديو ده أو الجزء الأول من الفيديو مش حيعنيك بحاجة ضيب أي طرق اللي أنا أقدر أعرف بيها بيقتش التربة هنم هم طرقتين عن طريق المعمل تأخذ عينة التربة الموجودة عندك تأخذها من أكتر من مكان وتعديها المعمل أو الجهاز اللي قدامكم ده سعره رخيص جدا جدا حيجيس لك حيعطيك نتائج مش دقيقة 100% لكن أقرب حاجة للنتائج الحقيقي ضيب إحنا عندنا بالفعل التربة قلوية إيه اللي نقدر نعمله تربة قلوية بسببها عناصر كتيرة جدا مش متيسرة للنبات إيه اللي نقدر نعمله حقولكم إن شاء الله والأشياء اللي إحنا هنقول هدي جماعة مش شرط أشجار على الخضروات ورقيات أشجار الزينة كل النباتات معنا هنستخدم عليها نفس الأشياء أول مادة وأفضل مادة احنا بنستخدمها الكابريت سواء كان محبب أو بضرة حيساعد التربة أو حيساعد التربة نهية تنزل البي إتش حيساعد كتير جدا ان بي إتش التربة ينزل بصورة كبيرة جدا واحنا الكابريت بنستخدمه مرة واحدة تقريبا في السنة مرة واحدة في السنة تكون كافية جدا شجرة ضخمة زي اللي قدامكم دي هنستخدم من 250 جرام إلى 300 جرام تقريبا ما نزيدش الكمية تكون كميات معقولة إن شاء الله هنعمل فيديو مخصص بالكامل عن الكابريت وازاي نقدر نستخدمه وإيه الكميات اللي احنا نقدر نضيفها عن النباتات سواء أشجار أو خضروات النقطة التانية يكون اعتمادنا في التسميد على السلفات السلفات أمونيوم السلفات بوتاسيوم السلفات هو الكابريت على الفكرة يعني كابريتات أمونيوم كابريتات بوتاسيوم السلفات هي الكابريت سيكون اعتمادنا على اسميدة السلفات بدل ما نستخدم نطرات أمونيوم مثلا نستخدم سلفات أمونيوم حتكون اسمها في محلات الزراعة سلفات أمونيوم أو كابريتات الأمونيوم السلفات هي الكابريتات فنحاول على قدر الإمكان اسميدتنا تكون سلفات أو كابريتات اني هتنزل معي البي اتش بصورة كبيرة النقطة الثالثة استخدام الأحماض حمض الفوسفوريك حمض الكابريتيك هنستخدمهم على حسب النبات الموجودة عندي بطريقة معينة نسأل عليها اصحاب محلات الزراعة وايضا ان شاء الله هنعملكم فيديو عن أسمدة الأحماض بعد كده أسمدة الأحماض المادة الحمضية عكس المادة القلوية لما نضيف الحمض على القلوي هيعمل تعادل فبالتالي أسمدة الأحماض هتنزل معي البي اتش أيضا بصورة كبيرة ولكن ضروري نعرف ان سواء أسمدة السلفات أو الأحماض اللي احنا هنستخدمها سواء حمض الفوسفوريك أو حمض كابريتيك التأثير بتاعها أو المفعول بتاعها بيكون مؤقت مش زي الكابريت الكابريت المفعول بتاعه بيكون مدة طويلة جدا غير الأسمدة والأحماض وأيضا يا جماعة الأسمدة العضوية لها دور كبير جدا في تصليح التربة تصليح وتعديل التربة أسمدة العضوية احنا بنضيفها دايما في فصف الشتاء شهر نوفمبر وديسمبر ويناير وكده احنا نكون حاولنا نبسط موضوع البي اتش بصورة كبيرة جدا ياريت تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة واحدة عن موضوع البي اتش ولما أفهمتوش الموضوع البي اتش مني ياريت تبحثوه في أكتر من مصدر تاني لكن ضروري جدا تفهموا الموضوع ده السبب الثاني لقلة فعالية التسميد على الأشجار أو الخضروات أو الورقيات الكمية ايه هي الكمية المناسبة اللي احنا نقدر نستخدمها أو ننضيفها على الأشجار الأشجار اللي زي دي ماينفعش مثلا نحط لها خمسين جرام كل شهرين أو ثلاثة اني جيتنا أسألها كتير جدا في ناس بتضيفها على الأشجار اللي زي دي تنين كيلو في المرة لوحدة ده هيسبب تسمم معايا وش هيكون أي تأثير للسمات بالعكس هيكون حاجة سلبية على النبات فلازم نشوف النبات اللي عندنا ونشوف ايه هي الكمية اللي يحتاجها النبات بالزبط ما يكونش الكمية قليلة مرة أو الكمية كتيرة مرة لشان خاطر ما يحصلش سومية أو لو كانت الكمية قليلة النبات مش هستفاد بيها ومش هتظهر أي تأثير على الأشجار النقطة الثالثة والأخيرة معانا وهي الموعد موعد إضافة السماد لكل سماد هيكون لي موعد معين في استخدامه وكمية معينة أيضا بنستخدمها فيعني مثلا النبات عندي في طور الإنبات في مراحل النبات الأولى أو بداية النمو بيحتاج معايا سماد أو أسمدة غنية بعنصر النيتروجين ماينفعش نضيف بوتاسيوم ايه حيفيدني البوتاسيوم في مراحل النمو الأولى مش هيكون ليه أي تأثير فلازم نختار السماد المناسب في الموعد المناسب بالكمية المناسبة كده نكون انتهينا من الشرح أتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة واحدة ويريت ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجلس